لاحظوا معي أننا نكتب كلمة عصى بهذا الشكل في حين أننا نكتب فتاء بهذا الشكل عصى وفتاء النطق واحد ولكن هذه الألف كتبت طويلة وهذه كتبت مقصورة ونقول إن العلة في ذلك هو أن أصل هذه الألف واو في حين أن أصل هذه الألف يا والسؤال الآن كيف يمكن اكتشاف الأصل والجواب هو يمكن اكتشاف أصل الألف عن طريق تصريف الكلمة تصريف الكلمة لأن تصريف الكلمة يؤدي إلى ظهور الأصل طيب كيف أصرف الكلمة المراد بتصريف الكلمة هو لاحظ معي هذه الكلمة عصى وهذه الكلمة فتاء كلاهما مفرد يمكن تصريف المفرد عن طريق الإتيان بالمثنى إذن المثنى هو وجه من وجوه التصريف فتقول في تثنية عصى ستقول عصوان لاحظ معي أن الألف قد ظهر أصلها فقلت عصوان ولا تقول عصيان فتا تقول فتيان فالألف ظهر أصلها وتبين أنه الياء لذلك هذه عملية ذهنية تجريها في ذهنك تقوم بتصريف الكلمة في عملية ذهنية تتكئ فيها على ذوقك اللغوي ذوقك اللغوي أحيانا قد يخونك هذا الذوق وسوف نعرف الحل بعد قليل إن شاء الله تعالى لاحظ معي كلمة حصى حصى حين تجمع فإنها تجمع على حصيات تجمع على حصيات هكذا وقد ظهر أصل الألف كما ترون حصى حصيات إذن عندنا الجمع أيضا وجه من وجوه التصريف التي يجب أن تجرب أن تجرب طيب أحيانا تكون الكلمة المراد المراد كتابتها جمع مثل لاحظوا معي ذراء ذراء لاحظوا معي رباء لاحظوا معي قراء لاحظوا معي دماء لاحظوا معي خطاء لاحظوا هذه الكلمة خطاء لاحظوا معي عراء كلها جموع طيب كيف يكون التصريف هنا عليك بالإتيان بالمفرد إذن المفرد أيضا هو وجه من وجوه التصريف لاحظوا معي أن ذراء مفردها ذروة ظهر الأصل فعرفنا أن أصل الألف واو رباء ربوة عرفنا أن أصل الألف واو قراء قرية عرفنا أن أصل الألف ياء دماء دمية عرفنا أن أصل الألف ياء لما عرفنا أن أصل الألف واو كتبناها طويلة قائمة واو كتبناها طويلة قائمة ياء هنا وهنا كتبناها مقصورة لاحظوا معي خطاء المفرد خطوة عرى عروة لاحظ معي أن الألف تبين الأصل فيها ولذلك كتبناها حسب القاعدة حسب القاعدة أحيانا يكون التصريف عن طريق الإتيان بالصفة والصفة المؤنثة لاحظ معي إذا العمى 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 يكتب بهذا الشكل لأنك تصف منه للمؤنث فتقول فلانة عمياء وليست عمواء لذلك تبين أن الأصلياء فكتبناها مقصورة في حين أن العشاء العشاء الليلي وهو ضعف الإبصار في الليل تقول عشواء لذلك يقال ناقة عشواء ويقال خبط عشواء فتبين أن الأصل الألف هو الواو ولذلك كتبناها قائمة قلت لكم هذه عملية ذهنية والاعتماد فيها على الذوق كبير فإذا خانك الذوق أو لم تستطع التأكد من ذلك فعليك أن تعود إلى المعجم والعودة إلى المعجم متيسرة وأصبح الآن عن طريق النت تكتب البحث في المعاجم فيفتح لك قائمة طويلة من المعاجم تستطيع أن تكتب أي كلمة من هذه الكلمات فتعرف أصلها وطريقة كتابتها ومع تراكم البحث ستتراكم الخبرات ويكون لديك القدرة الكافية على التفريق إن شاء الله تعالى